الحرب خضعة مفيش كلام عزيزي الكاميروني ولازم يعملته تسعف اللعبة الحلوة لازم تسعف اللعبة الحلوة ان احنا قدرنا ان احنا نخدعك النهاردة جمال بالماضي قدر ان هو يوهمك ان هو نازل منك منكمش دفاعيا وقلقان وخايف وبتاعه كده وبيلعب بتلاتة قلب دفاع واثنين قدامهم وثلاثة قدامهم وواحد بس في الهجوم ولكن النهاردة جمال بالماضي بيقولك انا مستر كريوني انا مستر كريوني انا جود فازر اللعبة انا جود فازر استاد جابوما النهاردة جمال بالماضي قدر انه يتحكم في المباراة زي ما هو عايز سيبك بقى من الاداء واسيبك من الخطة واسيبك من التشكيلة وخلينا في النتيجة النتيجة انتهت النهاردة واحد صفر قدر اسلام سليماني انه يعرز هدف من هجمة ميتة وقدر انه ينقض ويحطها بهده في حارس المرمى اللي اسمه انا وفي الديئة 13 اسلام سليماني كان منفرد بهذا الحارس وما كانش في اي حد جنبه انا عارف ان الاجنحة النهاردة بتاعتنا كانت بعافية شوية مش بعافية ولا حاجة كانت بتلعب بادوار دفعية يعني عندك بليلي ورياض محرز ما كانوش بيتقدموا اول اسماعيل بن ناصر وزروقي بسم الله ما شاء الله عليهم جمال بالعمري تقريبا رجع 20 سنة الورى والله رجع 20 سنة الورى بيفكرني بجمال بالعمري بتاع 2019 فهم افريق النهاردة جبال من العمري وعيسى مندي وبدران وبن عيادة ورامي بن سبعين قدروا انه هم يحطوا لعيبة كتير في جيبهم الخطة النهاردة كانت بنسبال جديدة جمال بالماضي اول مرة اشوفه يلعب بثلاثة اربعة اثنين واحد مش عارفين يا جماعة مش عارفين من جماعة ما قال حسبة له عشرة فعلة ولكن النهاردة اسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعين قدروا يقتلوا المدافع الايمن اللي اسمه فاي اللي دايما كانت خطورته من الجانب الايمن وبيتقدموا بتاعه ولكن خلاص ما شفناش خالص رامي بن سبعين واسماعيل بن ناصر قدروا ادوارهم كما يجب جمال بالماضي عارف هو عايز ايه من المباراة متضرب كويس اوي تحس ان هو قاعد مطبق مع ديجو سيميوني بيلعب كورة دفاعية اوروبية يعني بيتلعب على الهجمات المرتدة بطريقة اوروبية بطريقة جديدة اول مرة نشوف المنتخب الجزائري نازل مركز اوي كده نازل هو عارف هيعمل ايه حتى الادوار الجديدة بتاعت اللعيبة اعملوها باكمل وجه يعني شوفنا النهاردة رياض محرس بيتراجع للخلف شوفنا يوسف البلالي بيتراجع للخلف شوفنا اسلام سليماني المهاجم الاوحك كان دايما موجود في نصف المرمى بتاع المنتخب الكاميروني ولو في كورة مع المنتخب الكاميروني تلاقي اسلام سليماني كمان بيرجع يدافع مجهود جبار جدا 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 من عيسى باندي ومن بدران ومن بن عيادة من عيادة وبدران شلوا حركة طوله وإيكانبي اللي اتنين يا جماعة النهاردة ولا كان لهم خطورة ولا كان لهم اي حاجة الهجمة الوحيدة اللي عملها المنتخب الكاميروني من كورة سابتة من كورة سابتة في دياءة سابعة اللي هو اعوها منه هو يرفع الكورة وقام شايفة بس كده إنما الحكم النهاردة البيتسواني دوت تحس اللي برضو قرارات غلط كتير يعني دايما كذا كورة كانت تبع ليوسف البلالي ويوم حاسبها افساد إنما الشوط التاني اتفاجئ إنهم بيتفولك النور وبيهدوا تقريبا عايزين يعملوا تنوين مغناطيس للرأي سنبلحي إيه الوساخة دي وانت تقول لي يا عمئته ناو إن انت تنظم كاس العالم وهتقدم على كاس العالم واشمعنا النور يقطع من ناحية رأي سنبلحي قم ولعلك شمع قم ولعلك شمع يا عمئته خلينا نكمل المباراة النهاردة الحكم بيحسب حيضاشر ديئة وقت بدل ضيع يعني المباراة توقفت تلات دقيقة تقريبا بتحسبهم حضاشر طيب ما كنت رفعت كده قلت الوقت الضيئة لحد ما كاميرون تتعاد ولكن الحمد لله دعوات أكيد بغداد مناجح النهاردة كان إن هو نفسه إن هو يلعب ونفسه إن هو يشارك وكان مدايق أوه بتاع ولكن إن شاء الله تتعوض المقابلات القادمة ولكن إحنا النهاردة ما شفناش فنسة أبي بكر ما شفتش مواتنك ما شفتش أي حاج جمال بن عمري وعيسى مندي النهاردة قدروا إن هم بص حطون في جيوبهم حطوا بقى الوادي اللي اسمه مواتنك والوادي اللي اسمه فنسة أبو بكر أي نعم فنسة أبو بكر اتخرج من الشوت الثاني في بداية الشوت التاني ولكن النهاردة المنتخب الجزائري كان محكم كان عنده حكمة لا كان مستعجل ولا كان متوتر ولا كان مستعجل на هو يجيب هدف ولا أي حاجة ولا كان مستعجل على الهجمات ولا أي نيلة ولكن المنتخب الكاميرون اتصدم اتصدم وانفكت العقدة أخير أخيرا المنتخب الجزائري يكسب المنتخب الجمهوري وانا عايزك تفرح نص فرحة يعني ما تفرحش فرحة كاملة قوي خلينا نكمل الفرحة على أخيرها إن شاء الله يوم الثلاث بإذن الله النهاردة كمان المنتخب التونسي جات له دي يا جميلة جدا الوادي اللي اسمه موسى ساسكو دوت سيساكي ده الوادي دوت أحرز هدف في مرماء وبعد ديئتين وبعد ديئتين يا مؤمن يقوم الوادي مقدم هدية أحلى من قبلها ويقوم عامل طرد ويضطرد والمنتخب المال يلعب فيه أشوط التانية عشر لعبة وكان نفسي المنتخب التونسي يستغل ده آه نعم كان فيه هجمات للمنتخب التونسي ولكن كانت المبركة ممكن تخرج 2-0 أو 3-0 المنتخب المغربي النهاردة برضه عمل اللي عليه برغم أن أنا كنت متضايق شوية من أداء المنتخب المغربي كان بيلعب بتلاتة خمسة اتنين الولد اللي اسمه ريان مامي ده ولا ريان مامي آه ريان مامي جات له ضرب الجزاء المفهود أن أنت تبقى محكم فيها وتتريس شوية ولكن أتفاجئ أن الريان ده بيلعب ضرب الجزاء وبشوته كرة بيوصلها للكازابلانكا من استاد الشهداء بتاع الكونغو الديمقراطية بتوصل للكازابلانكا إنما حاجة حلوة لحد دلوقتي حاجة حلوة وأنا مش عايزك تنام أنا مش عايزك تنام إحنا فضلنا بالضبط 29 دقيقة والمنتخب المصري ينزل يلاعب السنغال دعواتكم جميعاً يعني ولكن الحمد لله ربنا لحد دلوقتي مفرحنا المغرب قدرت أنها تتعادل تعادل إيجابي خارج ديار بتاعتها إن شاء الله تقدر أنها تكسب المنتخب الكونغولي على أرضها الجزائر قدرت تفوز بفوز سمين واحد صف أنا عايزك في استاد البليدة بقى مش تطفل نور أنا عايزك تنزل عليهم بالشوم أو الله لأ يعني إزاي بقى استاد زي دوت ومطش فاصل زي دوت وتطفيل النور والحكم يحسب 11 طب 11 ديئة ليه؟ أنا برضو مستغرى بيها ليه تحسب 11؟ والله لو حسبت 21 ديئة أو 30 ديئة برضو المنتخب الجزائري ما كانش يدخل في مروع أي حاجة النهاردة الرئيس المبلحي كان بركز تسديد واحدة بس هو شطى إيكمبي على الرئيس المبلحي ما شفناش أي خطورة ليه المنتخب الكاميروني المنتخب التونسي قدر إن هو يستغل الهدية الحمد لله ويحافظ على شباكه نظيفة ويخرج بواحد صف خارج دياره حلو والله الحد دلوقتي إحنا ماشيين حلو دعواتكم للمنتخب المصري إن شاء الله ساعة 11 ونص بتوقيت القيرة هتنتهي المباراة ياريت بقى كده يبقى يوم جميل النهاردة يوم جميل على الشعب المغربي والشعب التونسي والشعب الجزائري وفاضل على الحلو تكه إن شاء الله الشعب المصري كمان إن إحنا نفرح النهاردة وتبقى ليلا حلوة ويبقى الأربعة إن شاء الله ينورونا في منديال 2022 في قطر بإذن الله خلاص يعني كلها فاضل 8 شهور والمنديال يبدأ ونبقى أداء إن شاء الله السعودية وقطر ومصر والجزائر والمغرب وتونس أنا النهاردة مفصوص جدا بأداء جمال بالماضي حتى في لقاءاته الصحفية قالك أنا المدرب وأنا المسؤول عن أي نتائج حتى نزل عديان جديورة وطلع إسماعيل بن ناصر وطلع رياض محرس ونزل سوفيان فغولي ونزل سوفيان بن دبكة ونزل أسحاج بالفضيل تقريبا في أخير طبعا إن شاء الله وأنا متفائل ومبسوط جدا بأداء المنتخبات العربية النهاردة شرفتونا عملته شغل غالي جدا مش عايز حد ينطقت أداء وينطقت تكتيك وينطقت خطة المباراة اللي زي كده جماعة عشان تبقوا فاهمين مش مطلوب منها أي حاجة غير النتائج التاريخ ما بيزوينش ولا ما مكتبش إلا نتائج هيكتب النهاردة إن الجزائر قدرت إن هي تنتصر على المنتخب الكاميروني في أستاذ جابون وتونس نفس الكلام والمغرب قدرت إن هي تتعادل تعادل إيجابي في أستاذ الكنو هو كده المهم النتيجة النتيجة واحد صفر إن شاء الله ييجوا بقى في أستاذ البلدة نستقبلهم أوسخ استقبال أنا ما عنديش أي مشكلة يناموا في خيم يناموا في الشارع نطفع عليهم النور بتاع للفنادق لو هيعودوا في فندق ولا هيعودوا في أي حاجة حاسس كده إنه كان فيه خطة عايزة تتعمل فيه حاجة عايزة مش مبسوط مش مبسوط المباراة مثلا ماشية كده عادي سايرة وبتاع أنا برضو الحد لوقتي بسأل ليه الإضاءة اتطفت من الزاوية أو من الناحية بتاعة الرئيس مبلحي مع أن حارس المرمى اللي اسمه أنا كان نوقف في الشوط الأول والإضاءة ما طفتش وبعد شوية كده لما الحكم قال لك هنوقف المباراة وتقريبا كان ممكن ينزل عقوبات على المنتخب الكاميروني النور رجع الحمد لله بسم الله ما شاء الله بدعوات الكاميرونيين وبتاع ولكن الحمد لله الحمد لله كله كسب كله عينا مبسوط إن شاء الله فاضل مصر شجعونا بقى